موسيقى مساء الخير عفرين المدينة التي تتميز بخضرتها الدائمة وغاباتها الكثيفة وأشجرها المعمرة عفرين بدأت تتصحر رويدا رويدا وبار التراب عاريا بعد أن كان مغطا بالمدى الأخطر نعم هذه هي عفرين اليوم لا طبيعة ساحرة ولا أشجارة تضلل من جذبته خضرتها المؤقتة والسبب وبحسب مقاطع مصورة تدولتها مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر قيلة إنهم يتبعون للجيش الوطني وبدأ ذلك من خلال لباسهم وهم يقطعون الأشجار على ضفاف بحيرة ميدانكي بريف عفرين ويضعون أخشاب هذه الأشجار في سيارات نقل كبيرة الهدف غير معلوم أهوى للتدفئة ونحن في وسط الصيف أم هو للبيع لمناشر الخشب التي قد تكون لأحد أمراء الحرب في عفرين المقاطع انتشرت كانتشار النار بالهشيم على صفحات الناشطين والإعلاميين حتى إن السوريين تناقلوها في مجموعاتهم الخاصة وذلك لبشاعة المنظر الذي رأوها فما أبشع أن تقطع شجرة لا ذنب لها إلا أنها نمت هنا وللأسف لم نرى هذا الفعل إلا هنا وعند جيش التعفيش الأسد بدأت صور المقارنة تنتشر أيضاً فالبعض قارن اليوم بالأمس القريب فكان الفرق واضحاً وبالفعل لا أشجار في المنطقة ولا تزال أعدادها في تناقص مستمر برغم من كل حملات التشجير التي تقوم بها بعض المؤسسات المدنية وذلك لتعويض النقص في الغطاء النباتي فهل ما رأاه أحد المدنيين ورصدته عين هاتفين؟ صحيح؟ والعناصر الذين يقطعون الأشجار بريف عفرين هم من الجيش الوطني؟ ولماذا رأينا كل هذا الفرق في صور المقارنة التي نشرها الناشطون السوريون؟ فالأرض التي كانت مخضرة سابقاً باتت صحراوية قاحلة اليوم على عاتق من يمكن أن تلقى عملية حماية الغابات والغطاء النباتي في شمال حلب؟ وهل بالأصل يوجد هيئة أو مؤسسة تعنا بذلك؟ ولما اكتفت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني بنشر نصائح بعدم قطع الأشجار وبيّنت فوائدها للبيئة؟ أي اعتبر هذا عقاباً رادعاً وكافياً لمن قام بجريمة قطع كل هذه الأشجار؟ وما هو العقاب الذي يستحقه من قام بقطع تلك الأشجار؟ طبعاً إن استطاعت القوى الأمنية التابعة للجيش الوطني أن تقوم بالقبض على الفاعلين حلقة جديدة من هنا سوريا أهلاً بكم حول صور قطع الأشجار التي وصلت إلينا من عفرين وتداولها السوريون على وسائل تواصل اجتماعي نستضيف اليوم رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري معنا من اسطنبول ومعنا المدون والناشط الإعلامي معتز ناصر من مدينة الباب مساء الخير وأهلاً بكم قبل أن نتحدث عن ما شاهدناه في عفرين دعونا نتابع معنا التقرير التالي ونعود هنا عفرين المشهورة بغاباتها الجميلة وبحيراتها الساحرة قد تستغرب من هذا المنظر ولكنها الحقيقة اليوم فهذه إحدى ضفاف بحيرة ميدانكي التي كانت مخضرة ذات يوم وملئة بأشجار السرو والبلوط والسنديان والسنوبر أصبحت اليوم قاحلة جرداء من غطائها النباتي بسبب كثرة عمليات القطع الجائر لهذه الأشجار التي يتهم بها عناصر من الجيش الوطني والله الشغل هذا ما هو منطقي أبداً ولا هو إنساني يعني لأنه هذا منظر حضاري وكانت العالم كل أسبوع تيجي هون تتدرب السجار وتبرد على قلبها بالبحيرة بحيرة كفرجني لكن من نرى اليوم ما فيه سجار حيث ضينه حصاد هذا شيء ما هو مقبول إطلاقاً يعني بقاء من هذا اللي سوه هيكي الله أعلم وهذا شيء حرام دون مراقبة أو محاسبة يأتي الجميع لقطع هذه الأشجار دون مراعاة للظروف الصحية والبيئية الناتجة عن هذا القطع وفي ظل ضعف المبادرات الداعية لحملات التشجير في المنطقة يرى البعض أن الغابات والأشجار بريف عفرين ذاهبة نحو وضع أسوأ مما هي عليه اليوم ولن يبقى فيها مستقبلاً مكان ليتظلل به الزائرون والله هذا كان سجر سجر يعني عبد واحد الله والعالم يعني كان سجر بكسافي وكانت تضلل بفيتو ومبسوط العالم خيوة لا يبرد الوقت هكي شوي بينزع لها البحيرة هلأ ببقى حدا يحسين يجي إلى أنه البديجة بديجة المغرب البديجة على موتور ما بيقدر يجي الصبحيات فهذا ما هو مقبول إطلاقاً هذا الشيء هذا المعمول أبدأ هذه الحلقة مع المدون والناشط الإعلامي معتاز ناصر من مدينة الباب بداية مساء الخير هل هذه الصور التي شاهدناها هي حقيقة ببشاعة وفضاعة ما نشاهده أم أن الكاميرا تلتقط جانب صغير مما يجري مساء النور للأسف الثقافة البعثية التي ربانا النظام السوري عليها ثقافة التخريب والتدمير الممنهج يبدو أنها لازلت فعالة عند البعض حتى بعد الثورة على النظام السوري للأسف يعني عفرين كانت حقيقة فعلاً من المناطق الجميلة والمناطق السياحية اليوم تعاني شبه تصحر نتيجة القطع الجائر للأشجار مع العلم أن هذا القطع الجائر للأشجار يعني هو مرفوض في شريع الإسلامي لأنه يعد من الفساد في الأرض أيضاً يعد جريمة في القانون لأن هذا الشجر ليس ملكاً لشخص بعينه حتى يقطعه كما يشاء بل هو ملكة عموم المجتمع يشكل هذا الشجر يعني متنفساً للمنطقة وقد يكون عمل جذب سياحي وعمل الترويح النفسي للأهالي هذه الثقافة قطع ثقافة التدمير ثقافة التخريب ثقافة بعثية يعني يجب أن نربع عنها كثورة وكمنتسبين للثورة وخاصة المؤسسات التي تدعي أنها من صلب الثورة يجب أن تكون حازمة جداً في كل مخالفة تقع ما يثير للأسف أكثر وأكثر أن هذا الأمر هو حلقة من سلسة الكوارث البيئية التي يعانيها المحرر منها مثلاً انتشار الحرقات بشكل غير رسم وتلوث الذي تسبب منها تلوث المياه مثل بحيرة الغندورة المصلط عليها مياه صرف الصحي من مدينة الصناعية في عينتاب منها شح المياه الذي تعانيه مدينة الباب وجفاف الآبار انعدام الغطاء الأخضر والقطع الجائر والصيد الجائر كل ذلك سيؤدي إلى كوارث بيئية متراكبة ومتوالية في المحرر للأسف الصحراء تزحف علينا من الناحية البيئية موضوع قطع الأشجار وجفاف المياه وغيرها وتزحف علينا من الناحية المجتمعية يعني بشكل موازي هو موضوع انتشار العصبيات الجاهلية العشائرية وغيرها هذا القطع يترافك مع قطع للرقاب تقوم به قسد يعني عبر إعدام ثمانية سوريين بتهمة التخابر يعني لا عارف ماذا أقول الشعب السوري يعني من من بده إلى إياه إلى حتى إياه ظاهرة الأشجار وظاهرة فك السكك الحديد وتشويل محطات الكهرباء يعني أصبحت ثقافة نشرها النظام السوري وصارت بها جمهة المصراوة ولكن يعني شارع لا يتصرف بهذه الطريقة وهناك سلطات أمر واقع يعني صور التي رأيناها بشكل واضح من يقوم بقطع هذه الأشجار يعني ملابسهم تقول بأنهم يتبعوا للجيش الوطني سنأتي على هذه النقطة ولكن دعني أسأل مدير الدفاع المدني السوري سيد رائد صالح بداية المساء الخير سيد رائد يعني من المسؤول اليوم عن عمليات القطع الجائر التي نراها في المناطق المحررة مساء الخير أولا لك والسادة المشاهدين حقيقة يعني موضوع القطع الأشجار هو ليس بأمر جديد وهذه الكارثة يعني المناطق المحررة في شمال غرب سوريا تعاني منها تقريبا منذ سنوات طويلة جدا يعني عندما بدأت بدأت كوارث قطع الأشجار وإحراق الغابات ليس اليوم إنما بدأت في عام 2011 عندما بدأ النظام السوري بنشر جيشه الذي بدأ بقطع الأشجار المحيطة في مناطق إنشاء الحواجز وبعدها الاستهداف المتعمد للغابات والأحراج في قزائف حارقة وخاصة في أرياف اللازقي وريف إدلب الغربي في بسر الشغور إضافة إلى استمرار فعليا ضعف الدخل لدى السكان وضعف مواد التدفئة التي تصل إلى المخيمات أيضا أدت إلى قطع أحراج بكاملها لذلك اليوم كما ذكرت هناك قطع هل هذا العمل هو عمل ممنهج؟ هل هذا العمل هو عمل فعليا تصرفات خاطئة من قبل أفراد ينتمون إلى فصيل معين؟ أم هل هؤلاء لا نعلم من هم وهم يلبسون ويرتدون بالذات عسكري والتي هي منتشرة بكثرة حقيقة في شمال غرب سوريا المسؤولة أولا وأخيرا عن حماية الغطاء النباتي وحماية الغابات هم السلطات المحلية لا شك هذا الأمر هي مسؤوليتهم بشكل مباشر وعليهم هم أن يحققوا بمن قطع الأسجار يعني عن أهمية الغطاء النباتي سيد رائد بما أنك جئت على ذكر هذا المصطلح وهذه الحالة هي مسؤولية سلطات الأمر الواقع ولكن اليوم لنبين للناس أكثر ما هي أهمية هذا الغطاء النباتي لكي لا يتم الاستهتار به من قبل الجميع حقيقة اليوم إذا كنا نحتاج في أحد التقارير التي نشرت بأحد مراكز الأبحاث العالمية في أنه في جميع أنحاء العالم الدرجات الحرارة ترتفع سنويا بمقدار درجة واحدة وإنما في سوريا ترتفع بمقدار الثلاث إلى أربع درجات وهذا الأمر سيكون كارثي مع قدوم السنوات القادمة يعني نحن خلال الفترة القادمة الفترة السابقة عفوان أطلقنا عدة حملات للتسجير ولكن لم تكن مجدي بالشكل المطلوب بسبب يعني إذا عدنا رد أن أذكر أسباب القطع دعيني أذكر الآن فوائد الغطاء النباتي نحن الآن سوريا تعاني من أزم الجفاف منذ 2006 وليس من الآن فسوريا هي أصلا بحاجة إلى غطاء نباتي لزيادة كميات الأمطار أضب إلى ذلك كلنا نستذكر الحرائق في السنة الماضية التي اشتاحت كل الرياف الهاي ونحن نعلم بأن أمراء الحرب في مناطق النظام السوري وفي مناطق حتى المحررة هم يستخدمون بعض الأساليب نفس الأساليب بموضوع إحراق الغابات والاستفادة من الأخشاب والاستفادة من الأراضي أيضا أيضا ذهاب الغطاء النباتي سيؤدي إلى هبوط في التربة سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى انخفاض المقاطعة اليوم البعض سيرى أن هذا الحديث أمام معاناة الناس التي نراها في الشمال السوري في المناطق المحررة يعني عندما نتحدث عن الغطاء النباتي وعن أهمية إبقاء هذه الغابات والحفاظ عليها وما إلى ذلك البعض قد يرى ولا نستطيع التعميم أن هذا الحديث اليوم نوعا ما منفصل عن الواقع أمام معاناة الناس نعم تماما نعم تماما هذا فعليا هذا ما عانيناه سابقا من خلال إطلاق حملات التشجيع لذلك أرغب فعلا بتوضيح هذه النقطة لأنه اليوم عندما نتحدث عن الغطاء النباتي لا نتحدث عن ضرب من ضروب الرفاهية نتحدث عن توازن بيئي وطبيعي في تلك المنطقة يمكن الناس المتواجدين من الاستمرار يعني دعني أقول فعليا هذا ما كنا نعانيه بالفترة السابقة في موضوع إطلاق حملات التشجيع من هناك كانت تتعالى كثير من الأصوات وكانت تقول نحن في وضع أصلا نموت كل يوم نحن نموت بشكل نحن نحتاج إلى مواد غاسية نحتاج إلى مواد الطعام الأساسي نعم هذه الأمور مهمة جدا ولكن توفير الغطاء النباتي أيضا مهم جدا لاستمرار الحياة بهذه البقعة الجغرافية من الأرض يعني نحن جميعا أنتم مقيمون في تركيا وأنا أيضا مقيم في تركيا نعلم حجم الغابات الممتدة في تركيا وحجم ضخامتها ولكن تركيا مع ذلك أعلنت عن زراعة مليارين ونصف سجر حرادي خلال السنوات العشر القادمي كندا التي هي 70% منها الغابات أعلنت عن زراعة 10 مليار سجر خلال عشر سنوات القادمي اليوم يجب علينا أن نعلم بأنه موضوع إذا أردنا أن نعيش اليوم فعلا نحتاج إلى الغذاء لكن إذا أردنا أن يعيش أولادنا في المستقبل فنحن بحاجة إلى غطاء نباتي نحن بحاجة إلى حراج نحن فقدنا التنوع الحيوي في مناطق شمال غرب سوريا وهذا فقط لتوضيح يعني ينعكس على الثروة الحريوانية في المنطقة ينعكس على حالة التوازن البيئي لأن هذه الحالة الحراجية والغابات هي مكان لعيش الكثير من الكائنات التي نتغذى أيضا عليها هذا ما أتحدث عنه الحفاظ على التنوع الحيوي في المناطق يعني الحفاظ على الغابات يعني الحفاظ على الحيوانات الحفاظ على الأنهار الحفاظ يعني على الأسماك وهذا ما سيمكننا نحن كأشخاص من الاستمرار في تلك المناطق أستاذ رائد عذرا للمقاطعة جاينا أستطلع للرأي في المناطق المحررة حول موضوع قطع الأشجار دعونا نرى اليوم يعني الأهالي في المحرر كيف ينظروا إلى هذا الموضوع يعني قطع الشجر مشال واحد يتدفى مثلا شهر أو شهرين أو يضبله 200-300-400 دولار نحن بدنا 20 سنة هاي شجرة اللي أصوبة بدها 20 سنة درجاء تطلع تمام؟ وهي في وزارة الزراعة الدكتور هاي بيحسن يفيدنا به الأمر هذا المسؤول عن هذا الموضوع طبعا هي الفصائل بتسمياته نحن ممكن نحكي عن الفيلق الثالث باسمه ممكن نحكي عن السلطان مراد باسمه عن فرقة الحمزة هدول الفصائل وضعوا نقاط عسكرية ضمن هاي الأحراش خلال العام الماضي واللي قبله لحماية الأحراش أكيد بيتحمل مسؤولية قطع الأشجار اللي عم تصير بمناطق سريطات الجيش الوطني هو الجيش الوطني نفسه حتى لو نفترض أنه اللي عم يقطع الشجر هو أشخاص مالهم انتمال الجيش الوطني فالجيش الوطني هو المفروض مؤسس العسكرية المسؤولة عن حماية هاي المناطق وتأمينها من كافة عمليات تخريب بعدين اتضح أنه هو اللي عم يقوم بهذه العمليات أحد الفصائل بقصد الاحتطاب يعني تجارة بالحطب فالمؤسس بهذا الأمر أنه هاي الفصائل عب تثبت يوم بعد يوم أنه هي ما عند انتماء لا للسورة ولا للأرض ولا للسوريا الأشجار والأحراش في هذه الجبال هي المنتنفس الوحيد للعائلات والأناس في المناطق المحررة إذا بدك ترجع لمسؤولية قطع الأشجار مين بيتحملها؟ بيتحملها المسؤولين في البلد في كل المسؤول في هاي البلد فهو ملام ومحاسب على قطع كل هذه الأشجار حرام ما بجوز من الله يعني هالشي جريمة يعني المسؤولين عن هالشي يعني لازم يردعون عن هالشي ما بجوز يعني اليوم متوفر المازوت مثلا المازوت صحي غالي وهذا بس يعني السجر الناس عب تروب تبرك جنب المي يعني الجو غير يعني هلا بتروح صحراء لا في سجر لا ضل بركة لا ضل يعني هاي يعني تعاد جريمة كبيرة يعني اليوم صبحنا الصبح مبارح كل هالضجة هاي تبع عمي ذنكي صبحنا الصبح سيد أب محمد الجولاني زعلان قال ليه جماعة درع عم يقصوا شجر تفضلوا عجبا الأربعين كمان بلشوا أص يعني ما بعرف عمي من نحمل مسؤولية إن كان حكومة الإنقاذ هي إغراق وإن كان الحكومة المؤقتة هي فاشلة يعني بنحمل كل واحد يحاسب نفسه يعني أولا يعني إشو المال يعني مال يعني بجي بقطع السجرة مشان طون الحطب 100 دولار بتجي بتقطع السجرة اليوم كنا نشهد عملية قطع شجرة وشجرتين من شخص مقيم بخيمة جنب الحرش حاليا عم يشهد عمليات قطع منظمة لأحراش بالكامل هذا الموضوع خطير هذا الموضوع بغض النظر عن أي شيء هو دليل على فوضى كبيرة دليل على عدم وجود أي قوانين ما حدث سئل عشي لا القيادة بتعرف أشعر بشتغلوا عناصره ولا العناصر ردين على قيادتهم يعني هون الخطر الأبرز نحن بهذا الموضوع اللي عم تطالع مقاطع تنفي فيه إنه وجود عمليات القص يعني كلنا بنعرف أنه أنت ممكن تقص غابات بمساحات هائلة لابد بوجود بعض الأشجار متبقية بيطلعوا بصوروا مقطع أنه لا نحن بننفع مئات القص بمعنى أنه كل ياللي عم يحقوا كذابين أو مغرضين تجي بتقطع سجرة يعني والله مصيبة يعني ما بجوز شرعا قولا واحدا ما بجوز بالنسبة لقطع الحراج والاعتداء على الغابات هو عمل مدان وهو مجرم قانونا ونحمل مسؤولية ذلك كافة القوى والفعاليات الموجودة في المناطق التي يقوم بها المخربون بالاعتداء على الغابات والثروة الحراجية وتخريب البيئة والاعتداء على النظام النباتي في تلك المناطق وهذا الأمر منوط بقوى الجيش الوطني المتواجدة في المنطقة والوحدات الشرطية والمجالس المحلية وعلى القضاء أن يأخذ دوره ويقول كلمته في هذا المجال ويقوم بمحاسبة من يعتدي على الغابات والحراج والبيئة في تلك المناطق يعني الاستطلاع يظهر بشكل واضح مدى وعي الناس وإدراكهم لهذه الثروة المتواجدة على الأرض معتز معظم من شارك في هذا الاستطلاع وجه أصابع الاتهام لسلطات الأمر الواقع على اختلاف يعني مسمياتها إذا كانت حكومة الإنقاذ أو المؤقتة أو الفصائل أو هيئة تحرير الشام وما إلى ذلك اليوم هيئة ثائرون أصدرت قرار بإيقاف كل من يقطع الأشجار أو يكون في سيارة محملة بأشجار مقطوعة إلى أي حد سلطات الأمر الواقع على اختلاف المسميات هي قادرة على الوقوف بوجه قطع الأشجار وحماية الغطاء النباتي في الوقت الذي يشار أيضا بالأصابع لأنها متهمة بهذا النشاط بالبداية أحيي وعي وحضارة الشعب السوري تلك الحضارة العريقة التي تمتد لألاف سنوات يعني وجدنا من مختلف الشرائح المجتمعية الكل يدين هذا التصرف البربري رغم الإرهاب الذي مارسه نظام الأسد طوال عشر سنوات إلا أنه لم يغير في طبيعة الشعب هذا من جهة من جهة أخرى بالنسبة للموضوع السلطات التي تزعم أنها ستريد منع قطع الأشجار طيب بعد ما تصحرنا هذا أولا ثانيا أنهم لم يمنعوا الأمور التي هي أكبر وأخطر من قطع الأشجار مثل تجارة المخدرات وغيرها فكيف سيستطيعون اليوم منع قطع الأشجار يعني الأمور مهمة بالتوازي معتز يعني الأمور مهمة بالتوازي سؤالي تحديدا بما يخص موضوع قطع الأشجار الممنهج بهذه الطريقة هل فعلا سلطات الأمر الواقع هي لديها الرغبة الحقيقية والنية على أقل تقدير أن تثبت جدارة بموضوع بسيط مثل هذا أنا ذكرت لك أن أول شيء تفاعلهم أتى متأخرا بعد أن أصبحنا نعيش في صحراء الرجل الخالي هذا أولا ثانيا من أمور الأخطر والأعقد لم نجد لهم أي تفاعل يذكر يعني اليوم ممكن هناك بعض التفاعلات الخجول ثالثا نحن لا نتحدث عن شخص مثلا يعيش في خيمة أو شخص فقير أخذ الفأس وقطع بعض الألصان يتدفى بها نحن نتحدث عن عسكريين تركوا مهمتهم الأولى والأهم والأخطر حماية حدود الوطن وحماية الثورة وتفرغوا لقطع الأحراش بالكامل وقطع غابات بالكامل يعني بما أنه لديهم الوقت في قطع هذه الأجار هل تعتقد بأنه من الممكن أن يكون لديهم وقت آخر لزراعتها مجددا أنا لا أقول الزراعة يا أخي أنت تفرغ لمهمتك الأساسية هي حماية الوطن وحماية الثورة دعم نظامات المجتمع المدني دعم فرق التطوعية الشبابية التي كان لهم أثر رغم تواضع الموارد ورغم تواضع الجهود كان لهم أثر طيب مثل مؤسسة الدفاع المدني وميداد وغير من فرق التطوعية والشبابية دعم هم يزرعون أنت فقط لا تقطع الأشجار حافظ على مهمتك التي نقدرك ونحترمك لأجلها وهي حماية الوطن وحماية الثورة هذه المهمة العظيمة النبيلة التي نقدرك لأجل ما دمت قائما بها ودعم عنك نهج الشبيحة ونهج المخربين ونهج اللصوص من قطع الأشجار ومن تخريب البيئة ومن تخريب المتلكات العامة والخاصة هناك من سيعتني بالبيئة وهناك من سيعاوج زرع الأشجار بما أن سلطات الأمر الواقع هي التي اليوم توكل نفسها عن كل شيء على الأرض هل تعتقد أن يكون هناك حراك حقيقي وجدي من قبلها أم أنه سنستمر بمشاهدة قطع ما تبقى من أشجار وتصحير ما تبقى من أراضي خضراء صراحة أن لا أعول على أي قرار أو أي تحرك لسلطات الأمر الواقع وأظن أني أتكلم بلسان حال كثير من السوريين الذين يعيشون في الشمال السوري المحرر دائما الشعب هو أكثر واعيا دائما الشعب هو أكثر تفاعلا دائما الشعب هو الأحرص على المصلحة العامة للأسف هذه أشباه المؤسسات دعينا نقول أشباه المؤسسات الموجودة التي تدعي أنها مؤسسات ولديها نظام وقانون للآن لم نجرب عليها نجاحات تذكر تجعلنا نشير إليها بالبنان وتجعلنا نستشهد بها في تحقيق إنجازات أخرى نوعد بها على صعيد المستقبل نعم أستاذ رائد يعني الدفاع المدني هو دائما خط الدفاع الأول للسوريين ومن يتحمل حقيقة مسؤوليات كل ما يجري على الأرض إن كان هناك قصف نرى الدفاع المدني أول من يهرع لإنقاذ المدنيين وإن كان هناك حرائق أيضا نرى الدفاع المدني في خط الدفاع الأول اليوم عمليات قص وقطع الأشجار بهذه الطريقة ماذا يمكن للدفاع المدني أن يفعل لإيقافها أو ماذا يمكن للدفاع المدني أن يفعل لإيقاف هذه الحالة من التصحر عبر إعادة التجير في المناطق هل فعليا نحن لدينا عدة أمور يمكن القيام بها أولا أولا العمل الأساسي المنوط بنا وهو الاستجاب السريع لحرائق الغابات ونحن فعليا من بداية شهر آب إلى الآن استجبنا لأربعين حريق للغابات في مناطق عفرين ومناطق الريف الغربي لجزر الشعور أضف إلى ذلك نحن منذ عام نقوم بدراسات على أنواع الأشجار الأفضل والتي هي من التي يمكن أن تنمو بسرعة أكبر والتي يمكن زراعتها في المناطق الحراجية ونقوم بالتواصل مع عدد من المؤسسات الدولية للتوصل لعمليات تفاهم لزراعة أشجار في شمال غرب سوريا حقيقة يعني لكن نحن إلى الآن في منتصف الطريق نحن كما ذكرت سابقا نحن قمنا بزراعة حوالي 500 ألف سجرة بالسنوات السابقة ولكن يعني كم بقي من هذه الأشجار الأشجار هي لا تنمو فقط إذا تمت زراعتها هي بحاجة أيضا إلى رعاية وبحاجة أيضا إلى حماية لذلك يجب نشر ثقافة حماية الأشجار يجب نشر ثقافة زراعة الأشجار طيب أنا أعتقد من تقع هذه المسؤولية لأنه يعني كما ذكرت سيد رائد أنه الوعي المجتمعي لأهمية الأشجار والغطاء البيئي والغطاء النباتي على البيئة وعلى حياة الإنسان هو مهم جدا اليوم يعني من يجب عليه أن يقوم لكن أنا أعتقد مسؤولية الحماية هي تقع على السلطات المحلية ولكن مسؤولية الوعي هي تقع على الجميع لا تقع فقط على أحد معين بالنسبة للتوعية ما أقصد أنه اليوم توعية المجتمع على أهمية هذا الموضوع وعدم اكباره كمالية أو رفاهية كما ذكرت نحن نخطط الآن في الدفاع المدني نقوم بواجبنا نرى بأننا مسؤوليون بشكل مباشر عن إعادة الغطاء الحراجي والنباتي على مناطق شمال غرب سوريا لذلك نحن نقوم الآن بعملية تخطيط دقيق لإطلاق حملي مدروسي وتأتي بنتائج لموضوع زراعة الأشجار يعني نحن الآن سابقا قمنا بزراعة كثير من الأشجار في كثير من المناطق حقيقة ولكن كما ذكرت يعني أنه ممكن لأنه شخص واحد غير واعي هو يقوم بتدمير عمل كل الفرق التي يمكن أن تعمل لذلك يعني إذا كان هناك راعي مثلا يرعي الأغنام في منطقة حراجية في الأشجار زرعت حديثا فأنها سيتم أكل جميع الأشجار خلال يوم واحد التي تمت زراعتها على مدار أشهر لذلك نحن بحاجة إلى تكاتف الجميع تكاتف الجميع هنا مهم جدا في عملية إعادة زراعة الأشجار ليس فقط يعني نحن نخطط إلى يعني من ضمن الأمور التي نخطط بها بأننا سنوزع أشجار على المخيمة يعني كل مخيم وكل خيمة يمكن زراعة أمامها شجرة والاعتناء بها يعني كما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصح أن زراعة شجرة مسمرة أو زراعة شجرة في الأرض هو بناء بيت في الجنة يعني هذا الأمر هو مهم جدا وأوصى به ديننا واليوم الكوارث يعني نحن دعيني أذهب بعيدا عن سوريا لأتحدث باكستان التي هي لا تساهم بالتغيير المناخي بأقل من واحد بالمية اليوم تعرضت لفيضانات عنيفة جدا تم تهجير ثلاثين مليون خلال أقل من خمسة عشر يوما لذلك عندما نتحدث عن موضوع أهمية الغامات يجب أن ننظر إلى الكوارث البيئية التي تحدث يعني اليوم أوروبا تعاني من جفاف أوروبا تعاني من جفاف تركيا تعاني من فيضانات وأمطار بشكل مستمر كل أسبوع كل أسبوعين لدينا مدينة تتعرض لفيضانات هذه الكوارث المناخية هي بسبب موضوع تغيير المناخي وزيادة يعني نحن رأينا بأن السعودية نفسها أطلقت مبادرة شرق أوساط الأخضر لذلك نحن اليوم يجب علينا أن نهتم بهذا الأمر رغم الاحتياجات الأساسية دعني أقول لا نغفل عن الاحتياجات يعني لا تلغى الاحتياجات الأساسية أمام هذه الحاجة وإنما هي حاجات متكاملة سيد رائد نعم فعليا نعم لذلك أنا لا أريد أن يفهم كلامي خطأا أنني لا أهتم بالحاجات الأساسية لأهلنا في سوريا لذلك أنا أؤكد على أهمية الاحتياجات الأساسية ولكن يجب علينا أيضا أن نذكر يعني إذا أعطينا مثال سيد رائد اليوم عند وجود حالة من الغابات إذا كانت المخيمات قريبة من هذه المخيمات إلى أي حد تختلف درجات الحرارة تختلف حالة الانزلاقات للتربة أو الفيضانات فيها إذا ما كانت هذه المخيمات قريبة من الأساسية يعني دعني أقول أن هذا الموضوع يحتاج إلى قياس زقيق كم هو الفرق ولكن دعني يعني ببساطة تماما هذا ما أقصده يعني نعم أنا يعني يمكن أن أشرح الأمر بشكل عام أنا كنت أقيم بأحد المخيمات في تركيا لمدة عدد من السنوات وأنا كنت أقيم في مخيم لا يوجد به أشجار حقيقة وكان هناك مخيم آخر مخيم يعني بون يوغن بألتنوز وكان هناك مخيم آخر للسوريين في ييلداء تحت الأشجار فدائما نحن ما كنا نتقدم بطلبات هنا أتحدث عن تجربة عمليين نتقدم بطلبات نحن كنا نعاني من الحر ونعاني من الأمراض التي نتعرض لها من خلال ضربات الشمس نعارض من الأمراض السحاية أطفالنا نتعرض لعدد من الأمراض أما في مخيم ييلداء نحن نطلب زيارات إلى مخيم ييلداء هذا أتحدث في سن 2011 هذا على أبسط مثال يعني بالنسبة للحياة اليومية نتعرض للمخيمات ليلداء نجلس تحت الأشجار نقول لهم يعني انقلونا لهذا المخيم لأن ليش فعليا طبيعة الهواء تتغير عندما يكون هناك أشجار نسبة نقاوة الهواء والأكسجين يعني نحن نستطيع أن نأتي اليوم بجهاز ونقيس نسبة الأكسجين في الهواء في منطقة لا يوجد بها أشجار ونقيسها هذه أمور بسيطة جدا ولا تحتاج إلى شرح هذا ما كنت أقصده بموضوع المثال يعني اليوم عندما الناس ترغب بالتنسه والترويح عن نفسها لتخفيف الضغط النفسي تتجه باتجاه المناطق الخضراء والغابات التي يعني من الممكن أن يستضل الشخص فيها من حرش الصيف وحتى أيضا من برد الشتاء بطريقة أو بأخرى يعني العواصف التي نراها شكرا جزيلا لك سيد رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري كنت معنا من إسطنبول شكرا على هذه المشاركة أشكر أيضا معتز ناصر المدون والناشط الإعلامي كان معنا من مدينة الباب مشاهدين بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا بأمان ترجمة نانسي قنقر